السلام عليكم اتمنى الفيديو يلقاكم باخر والاخير وفي احسن الاحوال اليوم سوف نقوم بصفة الفطائر التي يكونون بدون اختمار ويكونون بالحشوات مختلفة التي لديكم في الدار تقدرون فيها من الداخل سوف يأتيون رائعين وارطبين البنات وغذائلين نزمن ان تجربوهم ويعجبوكم ودائما اذا اعجبكم الفيديو لا تنسونيش من لايكات من تعليق ديالكم واللي ما زال ما اشتركت اقول له مرحبا بك في القناة اضغط على زي الاشتراك وفعل جرس باش توصل بكل جديد فمنطورش عليكم الفيديو اللبنات نخليكم مع المقادر وطريقة التحضير سوف ندير المكونات وطريقة في نفس الوقت والمكونات بالقرامرة سوف نخليهم لكم فوق الصور اذا سوف نأخذ واحد الاناء اللي سوف نضع فيه جوج المعالق السكر حبيبات وملعقة كبيرة الخميرة الفورية سواء الا عندكم هاد الحبيبات او الا الخميرة العادية المجونة ثم نضيفه كأس ونصف الكأس بقياس العنباء من الحليب يكون دافئ ماء يعادل تقريبا مئتين وخمسة وعشرين ميلي لتر وكذلك نفس المقياس سوف نضيفه ديال الماء الدافئ حتى وغد نضيفه له كأس ونصف وكرر يكون دافئ باش تفاعلنا هذه الخميرة مع ذاك السكر اللي درنا في الاول اذا حتى الماء حتى وغد نضيفه منه مئتين وخمسة وعشرين ميلي لتر سوف نضيفه ونضيفه بلاستيك غدائي ونضيفه فقط خمس دقائق حتى يتفاعلنا هذا الخالط ونضيفه باقي المكونات مهم هنا هم متفاعله كيف ما كتشوفه دابا الآن سوف نضيفه المكونات الأخرى والتي هي زوج ديال الصاشيات ديال الفاني ما يعادل 14 جرام تقدروا إلا ما بغيتو تستعملوا الفاني تستعملوا أي مناسم عندكم قشورة الحامض الليمون اللي بغيتو تقدروا تضيفه غادي نضيفه بيضة كاملة وغادي نضيفه أربع ملاعق كبيرة ديال الزيت النباتية سافي وغادي نخلطوا هاد الخالط مزيان من بعد هاد غادي نضيفه الدقيق وغادي نضيفه من بين الدقيق الأبيض ودقيق الفينو هنا وضعت نصف ملعقة صغيرة من الملح وغادي نخلطه هاد كيف ما قلناه ومن بعد هاد غادي نضيفه الدقيق بالنسبة للدقيق الأبيض فغادي نكون كتر من الفينو غادي نضيفه تقريبا جوج ديال الكؤوس وناس في قياس كأس العنبو بالجرام تقريبا واحد مئتين وخمسين جرام يعني رابعة ديال الدقيق ديال فورس الكأس تاني مع مرش إذن جوج الكسان عمرين والكأس تاني مع مرش هاد غادي نخلط هاد هاد غادي نضيفه الفينو فغادي نضيفه فقط كأس ونصف وحتى النصف ما مع مرش بزاف يعني تقريبا واحد مئة وخمسين جرام هاد غادي نضيف هاد غادي نضيفه هاد غادي نخلط هاد يرمز الخالطه حتي إندام ج communications نضيفه لإخمره لا تشي حاجة فغادي نخليه فقط بترتاح ويون مصخه مقالي500 لنعني عن مقالات وضعها على النار لكنها مهيلة يعني أقل ما يمكن هاد غادي ناخدいい الأفوشات وشوية فلالظيت الكيكد يريد ونضعها على الحد ناقصة نأخذها واحد الأطار نضعه بالزيت ونضع فقط ملعقة لغير كبيرة لا نضعه بالزيت العجين لكي لا يأتي لغلق ونضعه على هذا الأطار لا أتبهت هنا لأمر لديه بلاسات ممعين لا يصل على العجين سوف نضع الحشوة كما قلت اختياري انا قلت الكمفيتور نضع الحشوة في الوسط ونضع الحشوة بملعقة ثانية من الخليط لكي يأتي الفطائر لا يأتي من الداخل كما قلتها لا أصل إلى العجين للتلخر فهبط لقي نفس الشد وكان شدت لكي نضعه الأطار بجد أن العجين يصل إلى إلى الحشوة الأطار سوف نضعه نضعها كما تغطيت لكي نضع العجين سوف نضعه حول إلىظه سوف نقلبه ايطار واحد سوف نزرب ايطار واحد حيث سوف تخمر العجينة كان لدي جوج ايطار واحد ولكن لا ارش في مشالية اليوم اختم تغيب واحد اضطريت ان ايطار واحد قبل ان تشد فرصها لنضيف الاخرى لنضيف الاخرى لان اخمار اضطريتنا ايطار بالزيت اضطريتنا ملعقة كبيرة سوف نضيف شكولات الدهن الخبز سوف نزع ونضيف اي نوع المكسرات انا لدي ايضا مرمش فأضطر التوفق من هذا الشكولات ونضيف ملعقة اخرى من العجين نحاول نزع العجينة لا نكتر العجينة كي لا يأتي معجن من الداخل سوف نزع ونقلب الاخرى الى الطابس من الداخل ونضيف الاخرى ونضيف الاخرى لنضيف الاخرى كما قلت لديك جوج سوف يكون اسهل ونضيف الاخرى ونقلب هذا من الداخل ونضيف الاخرى بي من الداخل سوف ندوز الموس و نحيض الإطار سوف نقلبها سوف نستمر بها كما قلت لكم الحشوة والبنات سوف تقدروا تقوم بعمل اللي كان عندكم في الطار تقدروا مثلا تاخذوا الشكلات العادي المربعات وتحكوه أنا عندي هنا هذا الحبيب الشكلات كانوا عندي بقولية صاحب الكوكيز كما قلت تقدروا تحكو الشكلات تقدروا تديروا شكلات فرميسيل اي حاجة عندكم تقدروا تديروها في الداخل سوف هنا كما قدرت تحبيب شكلات سوف نغطيهم بواحد الملعقة الثانية دي العجين و سوف نوزعها هو مشكلة لهذا الفطائر فكي يجيب حل البانكيك و لكنه يجي حسن يجي زوان بزاف والدراري خصوصا يعجبوهم انه في حلاف الداخل يجيب فيها شكلات فكتعجبوهم على البانكيك سوف نستمر بحلقة نكمل كل شيء و هذا هو الشكل النهائي دي الفطائر اللي حطرنا اليوم على البناس ركي يجوغزالين نتمنى تجربوهم و يعجبكم و دائما كان نعود لكم عود ثاني صبع بنتي حاطة يديها على شنو بغات عرفات اللي فيها شكلات المهم كما قلت لكم ما تنسوني اشمال لايكات ديالكم و من تعليق ديالكم و انطلقوا ان شاء الله فيديو اخر عن مقاربه موسيقى 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 موسيقى